أهلاً برج السرطان قراءة دائمين رح تكون البرج الشمكسي والقمر والطالع وأيضاً تقوى للعكس يعني للأبراج اللي عم بتتابع لبرج السرطان ممكن تشوف أن بعض الأشياء اللي يحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً خذ من الفيديو دائماً الإشياء اللي ممكن تستفيد إمتى منها وترك الباقي ممكن يكون في الفيديو رسالة أو إشي معين ممكن إمتى تستفيد منه فاخذ هاد وترك الإشياء الأخرى رح نبلش بطاقتك أول هذا رح نشوف طاقة الشريك خطواتكم في المستقبل وشو رح يكون نصير العلاقة بينكم طاقتك 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 أيضاً برج السitter طاق أنت بتخبي مشاعرك ق canon بتحسه كتير كان دكرة النصيحةْ تحكي لك انه خليك اوثنتيك خليك مثل ما انت حاول انه تظهر مشاعرك الحقيقية لها الشخص لانه ممكن الشخص اللي عن تتعمل ماهو يكون مش سريع لنقطة الاشارات منك او لفهم التميحات اللي بتعطيله في عندك بدك تحاول تكون منصف اكتر مع الوضع لانه في عندك رقم ستة عادة بيكون بيحكي على التوازن بالتاروت بالنسبة لك كنت نصيحة بتحكي لك انه الافضل انه تخلي الوضع في شوي توازن حاول تفهم منظور الشخص الاخر للعلاقة وفكرة الشخص الاخر للعلاقة ومش كتير بس تركز على انت شو بتحس ومشاعرك انت ومشو انت انجرحت بدون ما يكون في عندك مفهوم لنظرة الشخص الاخر يعني حاول تحط حالك في مطرح الشخص الاخر طيب عم شوفك ايضا رافض فكرة الحب حالين ومش عم تسمح لشخص في عنده وروض حب او بدي يقدم لك وروض حب مش عم تسمح لهالشخص بالاقتراب والسبب انه انت تبحث على اشي جدي ما عم شوفك عم تبحث على اشي عابر لانه انت بتطمح الى soul connection الى رابطة تكون قوية مشوفك كتير مركز على الوضع العاطفي ولكن محبط من الوضع العاطفي اللي انت فيه لانه فوقف قبس تحكي عن rejection او رفض لا اشي معين فممكن تحس انه انت مرفوض من الناحية العاطفية او تحس الطرف اللي انت عم تتعامل معه مش عم يفهمك تماما من الناحية العاطفية ممكن ايضا تكون عم تتعامل مع برج هوائي برج ماي او برج الميزان برج الجوزاء ايضا عندك م kunne اعجب dageيك لا يمكن ان اكون اي برج ثانية لكن الطاقة الطاقة الحبيب او طاقة الشيء شوية متهورة Nydحلي إذا كان برج ماري شخص اللي هم تتعامل له يشوفه متسرع كتير بالحكي ما بيفكر قبل ما بيحكي وإذا كان هم تتعامل مع برج هائي الشخص غير قادر أيضا على أنه يحقق التوازن بغض تم نادر عمل فكرة اللي بيأطيها لإلك أو أنت كيف تشوفه الشخص من برّة إلا أنه شخص أنت بتحس إنه مش متقلب المزاج ولكن مختلف الآراء يعني يوم ممكن يكون بيقدم لك عروض حب وإشيء مثل هك يكون آخر ممكن يكون منطوي على حاله أكتر فإنت عم تشوف إنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص لا ممكن يكون هو عم يحاول إنه هالشخص ممكن يكون عم يحاول إنه يكون متوازن ولكن أنت على الصعيد العاطفي عم تحسنه أنت اللي عم تغطي أكتر من هالشخص أو أنت عندك مشاعر تغطيها أكتر من هالشخص بالنسبة لخطوتك في المستقبل مش عم تحاول في عندك كتير ستات وفي عندك جوستس كاو بلاوويز في عندك كتير كروت بترمز إلى إنه إنت عم تبحث عن التوازن أو إنت أو الطرف الآخر محدود بمطرح إنه في عندك لازم تختار بين شيئين وعنشوف إنت وطاقتكم إنه يشترك حالياً الأمور بينكم أو متوقفة أو ما في حكي ما في حركة بالعلاقة ما في أو طاقة عم تتحرك إنت خطوتك في المستقبل عم شوفك بدك بداية جديدة ممكن تكون مع هالشخص ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر أو حتى سنل أو حتى ما بدك تفوت بعلاقة إلى البعض منكم لأنه إنت عم تبحث عن عم تبحث عن التنفرنس عم تبحث عن الشفاء عم تبحث إنك تباوي حالك وتشافي حالك من الموقف اللي أنت فيه عم تبحث أيضاً عن علاقك وفيها التوازن بالأخذ والعطاء ولكن هنشوفك بالمستقبل طاقتك كتير مختلفة عن بداية القراءة عن طاقتك الحالية حالياً إنت ممكن تكون بوضع شوية محبط عاطفياً ولكن في المستقبل في عندك أو عندك قفاء أكثر أو نظرتك تكون إيجابية أكثر حتى ممكن تغير بمرحلة مثل التنوير في حياتك وبالفترة القادمة رح تنوي بمرحلة من التنوير نشوفك أيضاً تحاول تأخذ الأمور ببساطة بالمستقبل رح تحاول تكون دبلوماسي أكثر أو تتفهم وضع الطرف الآخر أكثر أنا رح نشوفك يعني أو تتركها تيجي مثل ماتيجي بالنسبة لخطوات حبيبك بالمستقبل حبيبك في عنده شغل كتير أو شخص اللي عنده تتعلمه في عنده شغل كتير أو شغل روحاني على حاله لأنه الشخص متناقض جداً بنفسه بنجوع متناقض عمي مر بكونفلكت أو عمي مر بصراع داخلي ومشان هيك بيعكس على العلاقة بتصرفاتها لأنه هو يعني حاول يجنع أكبر قدر من من المعلومات اللي ممكن تساعده في اختيار قرار يكون عادل هالشخص ما بيحب الوضع اللي هو فيه حالياً هو يعني مش مش ليته إنه يكون متقلب المزاج ولكن هو من جوه بيحتاج إلى شغل بيحتاج إلى الجلسة مع الغذات كما نحكي لحتى يفهم هو وضع شو هو شو بيريد ولحتى يعرف في حل الصراع الداخلي اللي هو عم يمر فيه مشان ما يعكس هالشي على العلاقة ولكن عم شوفكم إنتوا بالمستقبل يعني عم شوف إنت الشخص اللي مشارك أكبر بالعلاقة من هو هو شخص ممكن يكون بالغالبية بوجوه هوائي لأنه شخص بيحب يحلل الأمور بطريقة منطقية ممكن تكون منطقية زيادة عن اللزوم أو أكتر مما بوجوه السرطان بيحب ممكن إنت بدك مما رد تفعل من النحية العاطفية عم شوف أغلب كنتك عاطفية وأغلب كنتو منتل أو عقلية فهالشخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية وكأنه يعني عم يحل مسألة أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شي معين بعكسك أنت أنت قراراتك اللي بتاخدها بتكون ابنية على العواطف على أنت شو بتحس من جوه ممكن يكون وضع بالنسبة لإلك مش كتير منطقي مثل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بيها الطريقة أمشوف أيضاً طاقتكم المشتركة فيه رح يكون فيه هدوء بينكم مش رح يكون فيه حاكي كتير فيه الطاقة بينكم ولكن أمشوف أنه هو اللي أكتر بيحاول يتقص أخبارك أو يعرف نعلومات عنك أكتر منك أنت مشوفك أنت مركز على روحانياتك أكتر على حالك أكتر على شغلك أكتر يعني على تطوير ذاتك أكتر مما هالشخص مركز على أنه يفهمك أكتر أو يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة أو ليش صار هيك بما نسحب الكروت التوضيحية نشوف هالشخص شو هو الاشي اللي هو بصراع بأمره ممكن يكون شخصان ممكن يكون علاقتك إنت معه وطبيعة شغله أو إشي مثل هكت بس بدنا نوضح شو هو الشي اللي هو من جوة داخلهم عم يمر بصراع من أجنوب طيب فهالشخص حاليا بفترة أود ويدخل بفترة هدمة أو عم يبحث على نوع من الخلق أو الغزل حتى يفهم وضعه أكتر ولكن الشخص الشخص هيدا متناقض بجوة حالة أو يشيله يعني من دايقه أو مش عارف يوجد له الحل هو إنه عم بعتقد هالشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره أو عم يحاول يحلل مشاعره أو يوجد تفسير منطقي للمشاعر اللي هو بيحس فيها فبالغالبية البرج اللي أنت عم تتعهل معه برج هوائي لأنه يعني المشاعر عادة ما بتتحلل ما بتنفهم هي تنحس فقط ولكن هالشخص عم يحاول إنه يفسرها إنه ليش أنا عم أحس هيك ليش عم أحس إنه هالشخص هو شريك حياتي هالشخص هو سورميت ليش أنا بدي أقدم لهالشخص عرض حب ولكن يعني مسبب له صراع داخلي أكتر منه هو خارجي هالشخص عنده صعوبة جدا بالتعبير عن شو هو بيحس بالذات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن شخص كتير مش إكسترين أو ما بيميل لأي كف أو لأي جهة ولكن من جوه مشاعر وفياضة ولكن صعب عليه إنه يعبرها أو يحكي فيها طيب بنا نشوف بالمستقبل هل رح يصير فيه بينكم تواصل من بين الوضع والغالبية منكم فيه سكون فيه هدوء ما نشوف فيه مشاحنات أو فيه مشاكل صارت بينكم ولكن فيه انقطاع بالتواصل طيب بنا نشوف هل رح يصير فيه تواصل بينكم انتم اللي تمام بالمستقبل رح توصلوا إلى فيه عندكم شغل رح يصير بالمستقبل شغل بالعلاقة الاستمرارية العلاقة بارتباط بالعلاقة عمشوف أيضا فيه طرف منكم إذا كان فيه بينكم صراع على السلطة بالسابق فيه طرف منكم هو اللي رح ياخد زمين الأمور بالعلاقة ما بعرف مين رح يكون الطرف ولكن فيه طرف رح ياخد هو زمين الأمور بالعلاقة وعم شوف فيه مجهود رح ينحط كتير عالي برغم إنه هالكارت بيرمز أحينا عن مجهود بنحط ولكن ما بيعود بالنتيجة اللي انت بتذكيها ولكن المجهود اللي رح يمحط يعني الوضع هو بالمستقبل بيحكي إنه بيتطلب منكم صبر كتير عالي إذا إنتوا الاثنين أن تطلحوا إلى تحقيق أسعة أو إلى تحقيق أساسات صالحة بحق العلاقة أو إشي مستدين إلى المستقبل سواء كان علاقة جدية سواء كان خطوبة سواء كان زواج ولكن أمشوف إنه بالمستقبل المدرة بينكم متمركزة أكتر على الصورة الأكبر بالعلاقة مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير ولكن هي على الصورة الأكبر بالمستقبل فيه شغل كتير بينكم لازم يصير ومشوف إنه فيه مجهود عالي بده يصير من الطرفين وإنه هالطاقة طاقة مشتركة بينكم من الطرفين فيه مجهود عالي لازم يصير ولكن مثل أي علاقة يعني إنك تبدأ علاقة شيء إنك تخلي العلاقة دون شيء آخر فأي علاقة أنت بتتمح إلى أن تخليها إلى المدى الوعيد أو إلى أنك تكون مستقبل مع الشخص لازم يكون فيها مجهود ما بتكون عادة سمود أو الطريق ما بيكون عادة سهل ولكن كما الطرفين هون مستعد لإنه يحط مجهود في العلاقة طيب بتوقع هذا كل شيء نقشناه ما فيه أي شيء مش واضح إنه لأنه حكينا هل رح يكون فيه تواصل بينك وبين هالشخص مش واضح هون إنه فيه communication أو تواصل حرفيا بينكم ولكن نشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض نشوف إنه أنت عم تشتغل على حالك وهو أيضاً عم يشتغل على حاله بطريقة مختلفة لأنه أنت عم تحاول تصلح من حالك يعني إشياء هو عم يحاول يصلح من حاله إشياء أنت عم تحاول تتشافه أو تطور حالك وهو عم يحاول إنه يفهم مشاعره أكتر أو يفهم أو يستوعب إنه عادي يبين أو يظهر مشاعره إنه شخص كتوم جداً الشخص اللي عم تتعامل معه فعنشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض المجهود موجودهم وإنه في عندكم مفهولة للصورة الأكبر اللي بدكم تحطوها مع بعض بس هو حتى إذا ما صار في تواصل في عندكم إيتف وانزال كاتب يحكي على تواصل سريع فهالشخص ممكن الشيء المتناقض بأمه أيضاً هو إنه بده يحكي معك ولكن الأمور مش كتير تسمح إنه يحكي معك وهو منتناقض وبده يعترف لك حتى بإنه يحبك أو في مشاعر تجاهك ولكن صعب عليه إنه يعبر فبتوقع هالشخص بيحتاج إلى إنه يوجد نوع من الشجاعة جوته اللي هي نبين إنه رح توجد لإنه طاقة كتير دامناً طاقة كتير مهمة فعم شوف إنه هو في عنده زي يعني ستاند أو وقفة معينة أو موقف معين رح يأخذ مني الوضع لإنه هو اللي يتقدم ويحكي معك بالذات لو لو أنت إماءات برج السرطان وهو رجل يعني أوكي حبايا برج السرطان أنا بتمنى القراءتكم في عدتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شار وسبسكرب وإن شاء الله رح شوفكم في فيديو القادم شكرا وإلكم